تلمي حيرتك وتسيب البدة دلوقتي حالاً ما ينفعش يا سبيل مش مش عايز كلم كتير حاضر اللي حضرتك تؤمر بي بس أنا عايزك تسمعني لوش مش عاسمع أنا حتفعليك فلوس وفلوس كتير قوي من قبل انك تبعد عني بني مفهوم؟ بس أنا مش عايزة من حضرتك فلوس هو اللي حضرتك تؤمر بي أنا عمشي ومش هتشوفني تاني ايه اللي بتقوليه ده بس؟ عادي مشي تروح فين؟ تبعد عننا مالها عندنا اكتر من شهر عليكناها وتكلمت وطلعنا الهوراق عايزة منينا ايه تاني؟ أنا والله ما كنت اقصد ولا كنت عرف اني هاحبه أنا قسفة لقايا لو ابندي مش هتمشي بابا لا صلحت ممكن نعود بس ومتكلم وبعدين أنا خاف عليها هتمشي وهي مش عارفة رايحة فين يا ستي عاكرها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن البيت حضرتك عملتلي حاجات حلوة كتير كلكم أنا مش عايزة حاجة تاني همشي لو سمعت خودي حاجتك وتكل على الله ولا حاجتي عايزة أنا زي ما جيت زي ما همشي ما ينفعش كده يا شايني مش عايز كلم كتير اللي وقت وتنفزه من زكاس لمحك تاني بمحك تاستخدم بمحك؟ بم منحك تتاح لتاستخدم لتاستخدم اهلا واقعي ظلم اللبن وظلم الطرق كمان أنا ممكن أصلاً طالب بس مش عزيبه ديها مني مفهوم؟ اتفضل التليفون لحضرتك جيبته لي انت إيه اللي جابك أنا أولاد؟ أنا مش من أبي حليك ما جيش البيت ده طول ما هي موجودة أنا جاي أخد لبنة ومشي تاخد لبنة؟ ما تقدرش تاخدها أنا أمنعك أنا أعز في حاج بس حرك ما تقدرش تبنعني حرك قدامك حاجة من الاتنين يبار الجوازن أولوبنا ونعيش كلنا جنبك يا أخدها ومشي من هنا وحنتجوز برضه لا يا طارق أنا مش هعمل كده أنا همشي استني راحة فين تلمي حاجتك وتسيب البدة دلوقتي حالة ما ينفعش يا شاهد مش مش عايز جلم كتير حاضر اللي حضرتك تؤمر بي بس أنا عايزك تسمعني لو مش هسمع أنا حتفعلك فلوس وفلوس كتير قوي من قبل أنك تبعد عن ابني مفهوم؟ بس أنا مش عايزة من حضرتك فلوس ومو اللي حضرتك تؤمر بي أنا همشي ومش هتشوفني تاني إيه اللي بتقوليه ده بس؟ عادي مش تروح فين؟ تبعد عننا بل عندنا أكتر من شهر عليكناها واتكلمت وطلعنا الهورق عايزة مننا إيه تاني؟ أنا والله ما كنت أقصد ولا كنت أعرف إنها أحبه أنا أسفها لاي يا لو ابنة انت مش هتمشي بابا لا سمحت ممكن نعب بس ونتكلم؟ وبعدين أنا أخاف عليها هتمشي وهي مش عارفة رايحة فين؟ يا ستي هتجروها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن البيت حاضرتك عملت لي حاجات حلوة كتير كلكم أنا مش عايزة حاجة تاني همشي لو سمحتك خودي حاجتك واتكلي على الله ولا حاجتي عايزة أنا زي ما جيت زي ما همشي ما يفعش كده يا شايفي مش عايز كلم كتير لو أنت وتنفذه من سكاة استني يا لبنة سي بيها يا مهة ليه كده يا بابا؟ الحاليك بتعمله ده ظلم ظلم اللبنة وظلم الطارق كمان أنا ممكن أصلاً طارق ما سنشأسي بردامني ما فوم؟ متفضل التليفون لحضرتك جدته لي أنت إيه اللي جابك هنا أولاد؟ أنا مش منابق عليك ما تجيش البدة طول ما هي موجودة؟ أنا جاي أخد له ابنة ومشي تاخد له ابنة؟ ما تقدرش تاخدها أنا أمنعك أنا هيس في حاجة بس حارك ما تقدرش تمنعني حارك قدامك حاجة من الاتنين يبار الجوازة ناولوبنا ونقش كلنا جنبك يا هاخده ومشي من هنا وحنتجوز برضو لا يا طارق أنا مش هعمل كده أنا همشي استني راحة فين؟ أهلاً وانتو رايي تقعدوا هنا قد؟ ديوز طب قل لك ما تيجي نزاود يوم كمان بمبات بالمرة بمبات؟ أوكي بس هسأل سولقة ولا وافقة بيس؟ إيه اللي هسأل سولقة؟ كل حاجة هنسأل ماما هنسأل ماما هنسأل ماما ممناخدش الكرار من دماغنا أبداً دا عادي هازم هسأل ماما لأن الفلوس دي بتاعتها طي نعم بأقولوكو ايه؟ أنا عملت بماغ في المصحة أنا عملتهاش بره قبل كده الرجل دا استفاد بتاعته أولوز ونفوير هنالما اتضرأ فيها حاجة ولا ايه؟ هلأ انا اتضرأ ولا باشي؟ أوكي هنتغلاش عليه كراش خبية باشي بولك احنا كده بقالنا ثلاث شهور بناخد منك سمع؟ اه بس بصراح الحاجة اللي معاه كتير بقالوكم ايه؟ بقالوكم ايه؟ بقالونا الحاجة بقى بتعملكو بماغ وحلوة كده أنا لأيه عندكم خدمة صغيرة خدمة خمس ست تلفنات لأصحاب كل اللي هون في الحلوة كده يعني زبطون يعني ايه دا يا راشد؟ انت عبيد ولا ايه؟ ليه يا راشد بسا لا صحا انت شاكلك عبيد عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلرز لا يا باشا مصفوش الله كريم احنا جاينا قضي ديوز مش عايزين نكد انا قاسف يا باشا والله ما قصد واسد ديوز ما ديوز انا ماشي يا جماعة انا ماشي كريم قاعد ايه تمثيل دا؟ اكيد يعني ما هو ما يقصدش الكلام اللي جافت معك يعني كريم خلاص يا راشد اللي انت عايزوا حعملوا لكم من النهار دا كمان ايه دا بقى؟ انا اسف الله يا كريم باشا حقا خلايا مساحة معلش اوكي طيب انا مش حامل كده خلاص يا كريم طيب خلاص خلاصنا بقى اني واي يا راشد اني ارنعت امبورت انت تول والله اسكرم صح كريم هلت المطفو دي كده؟ خلاص بقى يا كريم بقى تقلق شوية باسا عشان خيشة بينا عم معا وشاهل شوية عشان لسا في حتي تان قدامنا عايزين نلحق نخلص من النهار دا والله ينور بسا يجب أن نعرفك مع صحبيتي 행واني هناك صاحبتي ومانا سمعها وسمعها وانا الإخوتي وفي حاجة حاجة وتعرفك وانت سامنين بقى انا من كل حتة بما انك بتبيع يبقى انت اكيد بتشد لا خالص معقولة مش بيقوله طباخ السنة بيدوق انا كيف حالة ثانية خالص